وصلنا دلوقتي للشهر الرابع من الحمل تمام؟ بتستمر رحلة التطور والنمو بتاعت الجنين يعني بلا توقف زي ما قلنا توقف ايه؟ ده فيها سرعة كبيرة او الشهر الرابع من الحمل واللي بتكون فيه كل الاطراف اتكونت خلاص وبيستمر كمان نمو العضلات والجلد على فكرة جلد الجنين في الوقت ده بيكون مجعد يعني مش ناعم كده زي ما بنشوفه في الشكل المولود لا بيكون مجعد وده ببساطة لان الجنين لسه ما ابتداش يخزن طبقة الدهون تحت الجلد وهو الجلد بتاعنا ده لازم يكون تحته طبقة دهون ده مش حاجة وحشة ده حاجة ضرورية الحكاية ده هتحصل بعد كده عشان كده في الوقت ده بيكون جلد الجنين مجعد بيتميز الشهر الرابع من الحمل كمان بنمو الهيكل العظمي للجنين وبتبتدي عظام الجنين تخزن الكالسيوم ايو انتو سمعتوها صح؟ تخزن مش تستخدم الكالسيوم لا ده مفروغ منه ان بتستخدم الكالسيوم والعظام بتنمو لا ده كمان بتبتدي تخزن بقى طبعا مصدر الكالسيوم ده جاي منين؟ بيكون الاكل الغني بالكالسيوم اللي حضرتك المفروض تكليه اثناء الحمل يعني ما تعوديش تقولي ما ليش نفس لا الحاجة دي انا ما بحبهاش اي حاجة فيها كالسيوم ما فيش الاعتماد على الادوية على فكرة محدود جدا في الحمل انت الاعتماد الاساسي على المصادر الغذائية يعني بتاخدي الحاجات من مصادرها الاساسية وانت لما تكلي صح مش كتير هتكلي صح انت هستفيدي وابنك او بنتك هيستفيدوا ان شاء الله الساقين في الشهر الرابع من الحمل بيكونوا اطول من الزراعين والشعر بيكون واضح على رأس الجنين اللي بيكون له في الوقت ده رموش وحواجب كمان ده بالاضافة الى ان جسم الجنين بالكامل بيكون مغطى بشعر ناعم خفيف جدا والحكاية دي بتحصل لحاجة غريبة جدا عشان تفضل درجة حرارة جسمه سبتة فالشعر الخفيف ده بيحافظ على ان جسم الجنين تفضل درجة حرارته سبتة الشهر الرابع من الحمل كمان بيشهد احداث ومحطات مهمة جدا ففي الشهر ده بتندق حواس اللمس والتزوق عند الجنين اللي بيكون خلاص تعود على الحركة ونشاطه بقى ملحوظ يعني بنشاطه بقى ملحوظ داخل الرحم انت بنفسك هتحس انه بينطفد او بيتحرك اذا سمع صوت غريب وده لان الجنين دلوقتي بيكون محاط بيقدر يسمع يعني بيقدر يسمع والسائل الاميوني اللي بيكون محيط به بيقدر اولا بيخلي الجنين يعني بيتحلو الحركة والسائل الاميوني ده اللي هو موجود فيه موصل جيد للاصوات يعني الجنين تخيلوا معايا كده حواليه سائل فاي صوت السائل ده بيوصل للجنين لانه السائل ده بيوصل الصوت كويس بيبقى زي ما يكون مكبر معنى كده ايه معنى كده ان الشهر الرابع من الحمل بيكون هو معات حضرتك لبداية الاحساس بحركة الجنين فاكرين احنا قلنا الحركة بتبدأ قبل كده بس انت مش هتحسي بيها اللي في الشهر الرابع والاحساس ده هيفضل يزيد تدريجيا لحد ما يكون واضح ليكي جدا عند نهاية الشهر ده خلي بالي فيه ناس يقول لك انا في الشهر الرابع ولسه ما حسيتش الاحساس بحركة الجنين بتحسيها بشكل واضح عند نهاية الشهر الرابع من الحمل لو حسيتها قبل كده خير وبركة يا شهر الرابع